بسم الله هتشوف مع بعض الزايد نعمل Panel Schedule اول حاجة هاعلم على Panel Schedule هقول له Create Panel Schedule تبدأ تظهر معي في Modify Electrical Equipment ممكن اقول له Use Default Template هيستخدم التمبلات الافتراضي او اقول له اختار من التمبلات لو عندي اختار من واحد ابدأ اختار منهم فيبدأ يعمل لي الاسكادول وممكن اجي هنا اقول له مثلا Move Down او اقول له Move To احد ده اللي هو عايز احط الحاجة دي فين او اقول له Look فيها هاتش يقدر اعدل فيها او اعدل الفونت او اعمل alignment محاذاة ودولات ممكن اقول له Change Template اختار تمبلات تاني لو فيه اكتر من تمبلات الميزة ان اي حاجة بتغيرها في الشغل بتاعك هو Automatic بتعدل هنا يعني لو انت عدلت في البانل نفسها او عدلت في اي ارقام او وصلت بقية حاجة هو Automatic بيعدل هنا طيب لو انا ده وقت اعمل اكتر من بانل بدل معلمها واحدة واحدة لا اروح على Analyze تمام وهاجي هنا هلاقي Panel Schedule بيقول له عايز تعمل ايه فاقول له مثلا انا عايز تاتل دول وممكن اقول له Select All او Select All واختار الحاجات اللي انا عايز اعملها تمام طيب لو انا شكل التمبلات ده مختلف عن الشكل اللي حشغلنا عليه يعني مثلا احنا ده بيسمي ABC انت مثلا بيسمي XYZ زي ما انت عايز حسب الشركة تمام هاجي هنا ال Manage وقول له Manage Template او Edit Template Edit Template اختار التمبلات دوت وابدأ اعدل فيه هتلاقي ان انت ممكن مثلا تعمل تزاود برامتر جديد تزاود كولوم جديد خانة جديدة تلغي الكولوم تعمل Resize للكولوم تعمل Insert Row Resize لرو تمام هتزاود الخانات زي ما انت عايز هتقول دلوقتي Edit Font عايز تعدل Font عايز تعمل Alignment انا عايز Electrical Circuit Number of Volts او ممكن تقول له لقد انا عايزها بالPanel عايز Bar Connect Rating System Type هتعدل فيه زي ما انت عايز وبالك هتقول له Finish Template دلوقتي انا ممكن اروح لManage وقول له انا عايز Manage Template فاختار ايه هو اللي يبقى Default لو في اكتر من واحد ممكن اعمل duplicate وسميه اي اسم تعم ممكن اعدل فيه ادخل اعمل له Edit بحس في واحد مثلا بنظام مثلا هتخصصه للفيلال في واحد انا هتخصصه للعمار الكبيرة في واحد اخصصه لما كن هبعته البلدية يعني ممكن محتاج انت اكتر من نوع Template فتعمل كذا واحد وتبدأ تخصص كل واحد فيهم بشكل انت عايزه